التسعب توقيت القهرة السبع بتوقيت جرينش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع رئيس الفرنسي إيمانوال مكران وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيس السيسي توجه بالتهنئة لرئيس الفرنسي بمناسبة فوزه بالانتخابات الأخيرة وخلال الاتصال أكد رئيس السيسي على ما تليه مصر من أهمية خاصة نحو تعزيز علاقات التعاون الاستراتيجي مع فرنسا على مختلف الأصعيدة فضلا عن تعظيم التنسيق والتشاور مع الجانب الفرنسي خلال الفترة المقبلة بشأن مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك من جانبه أكد رئيس الفرنسي حرصه الشخصي على تعزيز التواصل البناء والإيجابي مع رئيس السيسي لاستمرار تشاور إزاء مختلف الملفات فضلا عن التزام فرنسا بمواصلة تعزيز أطر التعاون المشترك مع مصر في مختلف المجالات ومسندة الجهود الحثيثة لرئيس السيسي لتحقيق التنمية الشاملة في ظل توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي واهتمامه بعمارة بيوت الله أعلنت وزارة الأوقاف العودة بنظام فتح المساجد إلى حالتها الطبعية وعمارتها بالدروس والمقارئ القرآنية والسماح بزيارة المقامات والأضرحة في غير أوقات الصلاة وفتح ساحة مسجد الإمام الحسين على مدار اليوم بدأ من الأحد القادم وفق تعليمات المنظمة التي ستعممها الوزارة في هذا الشأن دعت الأمم المتحدة ودول عدة إلى إنهاء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأكد الأمين العام للمنظمة الدولية أنتونيو جوتاغش خلال الاجتماع لمجلس الأمن أن العملية العسكرية الروسية انتهاك لسلامة أراضي أوكرانيا ولمثاق الأمم المتحدة مشددا على ضرورة إيقاف العملية لما فيها خير للشعبين الأوكراني والروسي والعالم أجمع ودعا معظم أعضاء مجلس الأمن إلى إنهاء الحرب بحث المستشار الألمني أولاف شولز هاتفيا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والدعم لكياذ وقال المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية أن الجانبين اتفقا على ضرورة استمرار أوكرانيا في طلق الدعم الكبير والمستمر لممارسة حقها المشروع في الدفاع عن نفسها وطلب شولز وبايدن روسيا بالسحب قواتها وإنهاء الأعمال العسكرية على الفور نفت وزارة الدفاع الأمريكية تقديم معلومات استخباراتية توتيح للقوات الأوكرانية استهداف كبار الضباط الروس بالقرب من الجبهة وأكد المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي أن الولايات المتحدة ترسل إلى كياذ معلومات استخباراتية لمساعدة الأوكرانيين في الدفاع عن بلادهم مشددا على أن واشنطن تشارك في قرارات الاستهداف التي يتخذها الجيش الأوكراني افتتحت بولندا ودول البلطيقة خطا جديدا لأنبيب الغاز يربط شمال شرق الاتحاد الأوروبي ببقية دول التكتل وذلك لتقليل الاعتماد على الغاز الروسي هذا وسيمكن خط الأنبيب الذي يربط شبكات الغاز في بولندا وليتوانيا من نقل حوالي ملياري متر مكعب من الغاز سنويا في أي من الاتجاهين وبفضل الترابطات الموجودة في المنطقة ستتمكن لادفيا وإستونيا وكذلك فنلندا من الوصول إلى شبكة خطوط أنبيب الغاز الأوروبي الأوسع قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جان ساكي أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيبحث البرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية مع زعيمي كوريا الجنوبية واليابان خلال زيارة للبلدين في وقت لاحق من الشهر الجاري وأضافت ساكي أن بايدن سيبحث كذلك سبل محاسبة روسيا على عملياتها العسكرية في أوكرانيا خلال الزيارة التي ستشمل كذلك محادثات في توكيو مع زعماء المجموعة الربعية التي تضم الولايات المتحدة وأستراليا واليابان والهند نهاية منجزة تسانعون الاستكمال باقي فقراء الصباح خير يا مصر بعد الفاصل